عقدت وزارة الدولة لشؤون الشباب مؤتمر صحفي للحديث عن ملتقى التطوع الشبابي لمواجهة التطرف والذي يعقد برعاية سامية من سمو بولي العاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله وبتنظيم من وزارة الدولة لشؤون الشباب بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحت شعار التطوع تعايش والتطرف غربة بعيون شبابية ينطلق ملتقى التطوع الشبابي لمواجهة التطرف ومعالجة كل القضايا المتعلقة بالشباب ونبذ أي ظواهر سلبية تكون دخلة على مجتمعنا وذلك باستثمار طاقات شباب واحتضان مواهبهم هذا ما تم تطرق إليه في المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الدولة لشؤون الشباب للحديث عن هذا الملتقى وفعالياته والذي يعقد بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فمن أهم الأمور اللي رح نتكلم عنها إن شاء الله هو تحديث السياسة الشبابية العربية وكذلك لتوحيد اللغة الإعلامية بما يخص مكافحة ومواجهة التطرف وجميع أنواعها وتأزيز مفهوم العمل التطوعي وتوحيد لغة العطاء بين الشباب العرب الملتقى ينعقد بمشاركة 14 دولة عربية وبحضور لافت للشباب العربي الذين هم شركاء اليوم في إيجاد الحلول الناجعة من خلال إشراكهم في صنع القرار في استضافة لأكثر من 150 شاب عربي راح تكون لهم الفرصة الحقيقة للحديث عن ما يعانونه من مشاكل وراح تكون لهم حوار مفتوح أيضا مع معالي الوزراء المتواجدين تقريبا تسع وزراء من الدول العربية كل هذه الأمور إن شاء الله نتأمل أن تتوج في توصيات تفيد الشباب العربي بإذن الله الجديد ذكره بأن انعقاد هذا الملتقى يصادف اليوم العالمي للعمل التطوعي والذي يعقد تحت شعار أتطوع تعايش وتطرف غربة وخذينا شعار أن التطوع تعايش وأتطرف غربة فسرنا هذا الشعار بأن المتطوع يضحي في وقته وجهده وذاته لأجل المجتمع ولأجل الآخرين أما المتطرف هو يقترب ويبتعد وينعزل عن المجتمع وعن الآخر فنحتاج بهذا المفهوم بأن نعزز العمل التطوعي نعزز التعايش مع المجتمع نعزز لفهم الآخر إذن يأتي تنظيم هذا المؤتمر تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بضرورة الاهتمام بالشباب وتمكينهم ورعايتهم وتوفير كل أنواع الدعم لهم ديما دحضل تلفزيون دولة الكويت